أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي على تقدير مصر البالغ للتاريخ العريق لشعب سربيع لفتن إلى تطلع البلدين لتبادل الخبرات فيما بينهما كما أشار الرئيس السيسي إلى أن المباحثات شهدت الاتفاق على أهمية الالتزام بتعزيز العلاقات طويلة الأمد في مختلف المجالات وأهمية الانعقاد الدوري لألية التعاون الثنائي بين البلدين بداية أود أن أعرف عن سعادة البالغة باستقبال فخامتكم والوفد مرافق لكم في مصر تزيارة هي الأولى من نوعيها منذ 15 عاما بما يأكس الرغبة المشتركة في تعزيز صداقة تاريخية بين بلدين الممتدة منذ بد علاقاتهما الدبلوماسية عام 1908 والتعاون الممتد في الأطر متعددة الأطراف من خلد دوريهما البارز في تأسيس حركة عدم الحياس وأكد لكم فخامة الرئيس أن مسل تثمن التقاليد الثرية والتاريخ العريق لشعب السربيا ونتطلع إلى مشاركة تجاربنا المختلفة وتبادل الخبرات لصالح تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة والعالمة